السلام عليكم جمعت لكم أصدقائي مجموعة من الأخبار المهمة التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية هذا اليوم لكن قبل أن نبدأ بنشرتنا الإخبارية شكرا لكم وبارك الله فيكم شكرا لكم لتعليقاتكم الجميلة وأيضا دعمكم المتواصل لي ولقناتي من أجل الاستمرار بنشر الأخبار الصادقة بكل حيادية وبكل صدق وأمانة وبطبيعة الحال من مصادرها من الإعلام الألماني كي تعرفوا كيف تفكر ألمانيا عن ماذا يتكلم الإعلام الألماني وكيف يفكر الشعب الألماني هذه الأمور مهمة جدا لكل من يعيش في ألمانيا لنبدأ أصدقائي بالخبر الأول عقدت جلسة طارئة في البرلمان الألماني للاستماع لقرارات الحكومة الألمانية بخصوص اندلاع حرب بين إسرائيل وحماس وقال مستشار ألمانيا أولف شولتز أنه يتضامن بالكامل مع إسرائيل في حربها على الإرهاب وأعلن مستشار ألمانيا منع جميع الأنشطة والجمعيات المتعلقة بحماس أو التي تتعامل مع حماس في ألمانيا وأعلن عن منع أنشطة جمعية صامدون وإغلاقها وهي جمعية فلسطينية في ألمانيا بسبب تضامنها مع هجمات حماس وخروج مجموعة من أعضائها قبل يومين في شوارع برلين وقيامهم بتوزيع الحلويات فرحا بالهجوم المسلح الذي قامت به حماس على إسرائيل وحذر مستشار ألمانيا داخل البرلمان الألماني وقال من يدعم جرائم حماس ويساندها ويهلل لها سيتعرض لمتابعة قانونية وأجهزة أمن الدولة سوف تلاحقه وقال أولف شولتس مستشار ألمانيا لإسرائيل الحق بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الهمجي كما قال وزاد وقال يجب استعادة الأمن في هذه اللحظة لا يوجد سوى مكان واحد لألمانيا الوقوف إلى جانب إسرائيل وزاد وقال أمان إسرائيل هو من مصلحة الدولة الألمانية وأضاف إن تاريخ المحرقة يجعل من مهمة ألمانيا العمل من أجل أمن إسرائيل قال وزير الداخلية الألماني بوغيس بيستوغيوس أن إسرائيل طلبت من ألمانيا قدائف لبواخر حربية إضافة إلى سترات وقاية وإمدادات للدم وأكد وزير الداخلية أن ألمانيا سوف تتشاور مع إسرائيل حول طلب المساعدات وزاد وزير الداخلية ليؤكد وقال بأن ألمانيا تقف في صف إسرائيل قامت قناة تلفزيونية ألمانية بعمل استجواب لمسلمين يعيشون في ألمانيا لمعرفة رأيهم حول هجمات حماس على إسرائيل وعدد من من تم استجوابهم والكثير منهم رفض الإدلاء برأيه وقال هو لا يتدخل بالسياسة أو لا يرغب بإدلاء برأيه لكن قام مجموعة من الشباب الآخرين يعني مجموعة من الشباب الأجانب المسلمين قالوا بأنهم فارحين وأعربوا عن سعادتهم وفارحهم بهجمات حماس أيضا كانت هناك امرأة مسلمة قالت أيضا في حوار أنها فارحة جدا لم تكن تتوقع هذا الأمر واحتفلت أيضا بما قامت به حماس بسبب هذه التصريحات دخلت الشرطة الألمانية إلى الخط لأنه بعد نشر هذه التصريحات وهذا الاستجواب الذي قامت به قناة ألمانية تلفزيونية يعني وصل الأمر إلى الشرطة وقالت الشرطة أنها ترغب بفتح الآن تحقيق في الأمر لمعرفة هالأقوال الذين تم استجوابهم هالأقوالهم تتعاطف مع الإرهاب وإذا حصل الأمر فإنهم يمكن أن يعقبوا حسب الفقرة 140 من قانون الجنايات الذي يعني ممكن أن تصل فيه العقوبة إلى غرامة مالية أو استجن ثلاثة سنوات الفقرة 140 من قانون الجنايات تمنع أي تعاطف ودعم لعمليات إرهابية أو إجرامية لذلك مشاركة هؤلاء الأشخاص وإدلائهم برأيهم بهذه الطريقة الآن سيعرضهم إلى التحقيق ومتابعة من عند النيابة العام سيلتقي اليوم مستشار ألمانيا أولف شولز مع أمير قطر تميم بن حامد الثاني هذا اللقاء يعرف انتقادات كبيرة جدا من الصحافة الألمانية التي تتهم فيها أمير قطر بدعمه الكبير لحماس وتعتبر قطر شريكا اقتصاديا مهما جدا لألمانيا فهي من أكثر الدول العربية استثمارا في ألمانيا وبحوزة قطر أسهم لشركات ألمانية كبيرة تستثمر فيها مثل استثمارها بشركة فولكسفاغن للسيارات أو استثمارها في دويتش بانك أو استثمارها في شركة زيمينس انيرجي إضافة إلى أيضا وجود اتفاق اقتصادي كبير للغاز المسال الذي سوف تقوم فيه قطر بإمداد ألمانيا بالغاز المسال بداية من سنة 2026 ويمتد هذا العقد 15 سنة ودافع مستشار ألمانيا أولف شولز عن لقائه مع أمير قطر وقال أنه من الواجب الحوار مع جميع الأطراف وترغب ألمانيا أيضا استغلال هذا اللقاء من أجل إقناع أمير قطر بزيادة محاولاته إقناع حماس بإطلاق صراح الرهائن الإسرائيليين وأيضا سيكون هناك حوار حول مسألة الدعم المالي الذي تتهم به قطر أنها تدعم ماليا حماس وهذا الأمر يغضب الدولة الغربية بعد منع مظاهرات مساندة لفلسطين في برلين قام مجموعة من الأشخاص رغم المنع بالخروج إلى الشارع دعما لفلسطين من جنسيات متعددة وفيهم أيضا ألمان من اليسار المتشدد وقامت الشرطة الألمانية بالتواجد بشكل مكتف في برلين ومنعت المظاهرتين وأخذت بيانات من خالفوا قرار منع التظاهر وستتم متابعتهم لقيامهم بالتجمهر والتظاهر رغم منع السلطات الألمانية للمظاهرة اتفقت الحكومة الألمانية بشكل كامل تقريبا على مشروع القانون الجديد الذي سوف يكون فيه قرارات صارمة بخصوص اللجوء ستكون هناك فيه قرارات جيدة مثل مثلا اعطاء حق العمل لطالبي اللجوء هذا قرار جيد أيضا سأخبركم أيضا من يمكن أن يستفيد منه لكن بالمقابل ستكون هناك قرارات متشددة وقرارات صعبة كتقوية الترحيل وإعطاء صلاحيات كبيرة للشرطة كي تستطيع أو تقوم بعملية الترحيل لمن رفض طلب لجوءه ومن ترغب ألمانيا بترحيله لنبدأ في البداية بحق العمل تخطط الحكومة الألمانية إعطاء حق العمل لمن جاءوا من دولة فيها حرب وفرصهم في البقاء في ألمانيا مرتفعة بأن يحصلوا على حق العمل فترة تقديمهم أيضا لطلب اللجوء لأن نعلم بأن كثير من الناس يقدمون اللجوء يكون عندهم فرصة الحصول على إقامة كبيرة لأن بلدهم فيها حرب لكن ينتظرون سنة سنة ونصف إلى أن تأتيهم الإقامة الآن يرغبون بتغيير هذا الأمر ومنح الناس حق العمل كي لا يبقون فقط جالسين بالهيمات ويعني الواحد يحس بالملل إلى آخره فيرغبون بتغيير الأمر وإعطائهم حق العمل لكن قالوا بأنه سوف يمنع من حق العمل لطالب اللجوء الذين يأتون من دول آمنة أو من دول تعتبرهم ألمانيا أنهم جاءوا فقط لأسباب اقتصادية أو من يرفضون إعطاء معلومات عن هويتهم أو إعطاء جواز الصفر هؤلاء سوف يحرمون ولن يسمح لهم بالعمل بالمقابل ترغب ألمانيا بتقوية الترحيل حيث أنه سوف يتم تمديد سجن الترحيل إلى 28 يوما يعني شهر يمكن الإبقاء على الشخص بسجن الترحيل إلى أن يتم ترحيله قالوا أيضا بأنهم يرغبون بأن المهربين عندما يدخلون إلى ألمانيا مثلا واحد مهرب مسكوه يدخل الناس إلى ألمانيا ويرغب أن يقدم اللجوء بأن المهربين يجب الإسراع بتغريمهم وترحيلهم أيضا أن يسمحوا إذا ذهبت الشرطة من أجل ترحيل أحد الأشخاص إلى أحد الهيمات المساكن التابعة للدولة بأن يبحثوا ليس فقط في غرفة هذا الشخص أن تكون هناك صلاحية للشرطة بالبحث بكامل الهيم أو البحث بمجموعة كبيرة من الغرف لإلقاء القبض عليه وإدخاله إلى سجن الترحيل كي يتم ترحيله أيضا يرغبون بإعطاء صلاحيات للشرطة لمعرفة هوية الشخص مثل مثلا أنه عند أشخاص آخرين أن تفتح أيضا خزائنهم والبحث في هواتف الناس أو ناس آخرين الذين أيضا ممكن على معرفة بهذا الشخص لمعرفة من أين أتى هذا الشخص وما هي هويته وأيضا من قدم طلب لجوء ويعني جاء من دولة آمينة إلى آخره وألمانيا ترغب بطرحيله أو إعادته إلى الدولة التي بصم فيها إلى آخره يعني الناس الجدد نتكلم هنا كل شيء على الناس الجدد يرغبون بأن الشخص المقدم لطلب اللجوء أيضا يمكن وضعه بسجن الترحيل وأيضا يرغبون بنقص المساعدات المالية لطالب اللجوء الذين يعيشون في الهايمات إذا شخص يعيش مثلا في سكن هايم وذلك السكن مثلا فيه أكل شورب كذا 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 يرغبون أيضا بنقص المساعدة التي يحصل عليها طالب اللجوء الجديد يعني لأنه يقولون فهو لا يحتاج إلى هذا المبلغ مثلا الذي يحصل عليه الآن ويمكن أن يقص له 30 يورو 20 يورو 50 يورو 100 يورو يعني ألمانيا ترغب الآن بعمل قوانين صارمة جدا كي لا تصبح ألمانيا دولة جدابة للهجرة وللجوء ألمانيا تريد أن تصبح دولة جدابة للهجرة هجرة الكفاءات من أجل العمل بطريقة قانونية لكن دولة جدابة للجوء هذا لا ترغب به ألمانيا لأن الدول كثيرة في الاتحاد الأوروبي يتهمون ويقولون لألمانيا بسبب المساعدات التي تقدمينها للاجئين ولطالب اللجوء تتسببين بقدوم عدد كبير من الناس إلى ألمانيا لذلك ألمانيا من خلال هذه القوانين الصارمة ترغب بأن تغلق الباب أو تنقص من اللاجئين الذين يأتون إلى ألمانيا آخر موضوع مستشار ألمانيا أولف شولز يعرض لقاءا مع زعيم حزب المعارضة في خيدغيش مارت من حزب تسي دي او للحوار حول مسألة اللجوء يعني الآن مستشار ألمانيا اتصل برئيس أكبر حزب للمعارضة في خيدغيش مارت من تسي دي او ويعرض عليه لقاءا كبيرا على أعلى مستوى من أجل الحديث حول مسألة اللجوء سيحضر أيضا اللقاء رؤساء المقاطعات الألمانية وسوف يكون مساء يوم الجمعة كي تتوحد أحزاب الحكومة الثلاثة حزب اسبيد الاشتراكي حزب الخضر وحزب اف دي بي الليبرالي مع أكبر حزب من أحزاب المعارضة حزب تسي دي او ويكون هناك قرارات موحدة بخصوص قضايا اللجوء من أجل التخفيف من قدوم اللاجئين الجدد إلى ألمانيا لذلك سيكون هناك تعاون كبير عالي المستوى بين أكبر الأحزاب الألمانية مسألة تشديد اللجوء أصبحت مسألة حتمية لجميع الأحزاب لأنهم لاحظوا بأن الأحزاب التي كانت تاريخيا تدعم اللجوء مثل حزب اسبيد الاشتراكي حزب الخضر أو حزب اليسار كلها أحزاب انخفضت شعبيتها بشكل كبير جدا والأحزاب التي تطالب بالتشدد وتتوجه نحو التشدد اليمين المتشدد أو الأحزاب اليمينية الوسطية التي تطالب بقوانين صارمة أصبحت شعبيتها كبيرة لذلك لا مفر الآن لمستشار ألمانيا أولف شولز ولا حتى لحزب الخضر ولا حتى لحزب FDP الليبرالي لا مفر لهم الآن من الجلوس مع حزب سي دي او من أجل عمل قوانين صارمة للجوء بالأيام المقبلة كانت هذه جولة لأهم أخبار ألمانيا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء